وخليني أبتدي معاك أنت بقى يعني لو تكلمنا كده عن كواليس انضمامك للنادي الأهلي وانت يمكن دخلت في فترة فرقة النادي الأهلي كانت يعني يعني مش أقول متواهجة الحقيقة الجيل ده من اللعيبة والتوقيت ده أنا أقول دايما أنه العشر سنين الأولانين من الألفية الجديدة كانت فترة ذهبية وتاريخية تحدي وصعوبة كبيرة لأي جيل جاي في النادي الأهلي أنه يكرر نفس الفترة دي اكلمني عن ملامح الفترة بس خليني أسترجع معك كده شوية من الذكريات لا طبعا يعني ده حد النهار ده أنا أحكي لبناتي وكده يعني من أحلى فترات حياتي أن النادي الأهلي من ضمن ربعمائة خمسمائة لعيب أنه هو يختار محمود سمير من نادي التارسانة فدي بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة جدا كنت سعيد جدا ومبسوط جدا أن حاجة كان نفسك فيها وأن ربنا بيديه لك بتحققها أنك تكون متواجد في نادي الأهلي ففترة أكيد بالنسبة لي مهمة جدا في حياتي كان نفسي أرضي طموحي وأرضي طموح جمهور النادي الأهلي أن أنا أكون على قد المسئولية أن أنا أكون نجمي من النجوم الموجودة في النادي الأهلي صادفني سوق حظي طبعا بكسرة النجوم اللي كانت موجودة وحركة تعلم طبعا كم من النجوم اللي كانت موجودة أنك تخش الاسكور وسط الجيل العظيم ده طبعا كانت حاجة كبيرة جدا والناس اللي متعرفوش أنه كان في التمرين الموضوع حرب يعني الموضوع ممكن ناس تجي تتكلم حرب شريفة طبعا طبعا لأ الناس كلها بتكتهد وتتعب بالنياة تخش الاسكور 35 لعيب كانت تقايمة ساعتها في الفترة دي فأنك تختار 18 لعيب كانت مسئولية كبيرة على مسترمانو تختار 11 لعبه كانت مسئولية كبيرة على مسترمانو طبعا لكن الناس كلها كنت بتحارب أنها يكون متواجدة والناس اللي متعرفوش أنه اللي يشوف تمرين النادي الأهلي أصعب بكتير من المباريات في ناس كتير ممكن تقولك العيبة دي بتتصاب إمتى ده ما بلعبوش لا العيبة بتتصاب من الحرب اللي بتحصل في التمرين الناس كلها نفسها تكون متواجدة كل واحد يطلع يعني أقصى ما عنده عشان أكيد طبعا أنا ما بجيبش اللوم ولا على نفسي ولا على مسترمانو الوجهاز الفني هو الراجل كان معذور عنده جوم كتير وعنده ناس في مكان محمود سمير زي أبو تريكا وبركات وكابتنا أحمد حسن وحسين ياسر محمدي فإنك تختار اتنين يكونوا متواجدين فالموضوع صعب لكن كان نفسي أن أنا طموحي أن أنا كنت أكون متواجد فترة أكبر في نادي الأهلي وحقق طموحي مع الجمهور ومع النادي لكن الحمد لله طبعا أنا تواجدت في فترة مع النجوم أنا بأعتمره أنهما كانوا منتخب مصر يعني هما السببب الرئيسي لحصول منتخب مصر على ثلاث بطولات أفريكا معكد حسن شحاتة هذا الجيل العظيم يعني وجيل خلد اسمه في تاريخ الأهلي وأعتقد جماهير النادي الأهلي ما تنساش الجيل ده من العيب